المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تخضع لمنطق المعايير العلمية وبالتالي أعتقد أنها بصفة غالبة عجزت عن تحقيق الأهداف المنوطة بها تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أرهان تسعى الحكومة إلى بلوغه خصوصاً في الوضع الراهن للتخلص من التبعية للمحروقات لكن بالمقابل ينبغي توفر عدة شروط لبلوغ هذا المسعى أهمها المرافقة، التوجيه والتقييم لا بد من إنشاء جهاز أو آلية للعمل فقط مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرافقتها، توجيهها وكذلك مراقبتها شيء مهم جداً وهو آلية التقييم لا بد أن نشجع المؤسسة التي تساهم فعلاً مساهمة واضحة في الاقتصاد الوطني خلق اقتصاد بديل بدعم هذه المؤسسات والاستفادة منها ضرورة حتمية ومفتعجلة أجمع عليها المشاركون في الملتقى الوطني الثامن حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته كلية العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر ثلاثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر